هنفصل معاكم الدوبلور ديال المونطو ممشت هنا راح حطيت الدوبلور على جوج هدا الدهار اغا بديس بالدهار هو اللول حطيته على الجيال مسدودة ودبا كانت راسي نخليه 1 سنتيم ديال الخياطة في الدوبلور نحاول نقدم زيان نخليه 1 سنتيم داير كامل بهذا الدوبلور بش ما يكي يجينش مش النقم يكي اللبسوه هنا غادي نقصه 1-4 سنتيم ديال داك العطفاء بش يجين الدوبلور ناقص على المونطو بش من اللبسوه ما كيبقاش خارج داك الدوبلور على برا كي يجين ناقصه في الطول على المونطو نكمل الشور هنقص ربعا ديال السنتيم سافي هدا الدهار ديالنا سلينا معاه ونجيب داك التبطين ديال الامام كنحطو بها الطريقة هادي نخليه كما كان عندي كنخليه على اللبيره سافي وغا نتراسي هكا بالطباشير الطريقة هادي راها سهلة تهي سافي وغا نجيبت الدوفا حطيتها على داك الدوبلور على التبطين ديالي كنقدها مزيان مع التبطين سما نشد بالبانقات ولا بش حاجة وش ما يتزعزع ليش تتوب ما قد تعرفوا الدوبلور كيكون كيس حت سوف ندرس ساعدات كان قادة تماما بزيان كانت لقى التوب نسر الحون زيت سانتيم كام نضر معهن زيت سانتيم هات سانتيم راه دارو رديدوه كان نفصله هاد الدوب لور حتى كان نخيطه دك الدوبات نخيطه لهم دك الخياطة ديال بخانسيس ولا ديال الاميرا نخيطه هي اللولى سافده بنحيط الدوبة ديالي ونقطع دك في انتراسيت في اللول بالطبع شير هادي راه اتخيط هتجيب حلات طريقة هذي لسقه معها هادي راه اتخيطه هادي راه اتخيطه هادو ديال الامامتا هما غنقص منهم ربعة ديال سانتي صافي هادو ديالي ديال الامام تبا غادي نصرح الدكتوب اللي بقالي وغادي نفصل عودة الكمال نخلي على جوج منصرح لكم بها الطريقة هادي منديروش على جوج نتصرحوها هكا على واحد باش يساعدني صافي ونخليته هو معه سانتيم ديال ديال خياطة طير كامل ونقص ديال ثلاثة ديال صانتيم ديال لغلي الطريقة هادي را هسا اهلاف الفصالة ديالها في اشتع قيدات ولوشي حاجة هنا را كنحاود نعلم دك الجيهة ديال الامام تا ديال الدوبلور كنعلمها بش ما تلفليش معه مع الظهر يجيني الظهر مش النقلة مشي سوقلبتها صافي هذا هو الدوبلور ديالنا تمنى سكون الطريقة سهلة وبسيطة السلام عليكم ورحمة الله